أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين الله صلح على محمد وآله محمد وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك العلاقة بين حب الدنيا وحب الآخرة علاقة التضاد والتناقض لا يمكن للإنسان أن يحب الدنيا ويحب الآخرة معا لأن قيم الدنيا وموازينها تتناقض مع قيم الآخرة وموازينها حب الدنيا حب الدنيا يقوم على الشهوات وعلى المصالح والأنانية والأنانية وحب النفس حب الذات وأما وأما حب الآخرة فيقوم على الإثار والمحبة والتخلي عن الشهوات ضبط الشهوات فلا يمكن أن يجتمع الحبان معا الإنسان إما يحب الدنيا فلا يحب الآخرة وإما يحب الآخرة فلا يحب الدنيا ذات القضية موجودة في علاقة الروح والجسد لا يمكن أن تجتمع موازين الجسد مع موازين الروح العلاقة بينهما متناقضة الذين يطلبون الارتقاء الروحي والكمال المعنوي لا بد وأن يجهدوا أبدانهم يضحوا بشهواتهم يقتلون الأبدان بالقتل الاختياري الإرادي حتى يكتبنون أما إذا كان الإنسان عبدا لبدنه خاضعا لشهواته ورعباته ونزواته لا يُعقل أن يكتمل هذا طبيعي أن شهوات البدن شيطانية هي وسيلة الشيطان لإضلاله بن آدم فلا يمكن للإنسان أن يرتقي بروحه إذا كان عبدا لبدنه خاضعا لبدنه فيدور أمر الإنسان بين حالتين إما أن يرتقي معنويا فيضحي بشهوات البدن وإما أن يتلذذ بدنيا فيضحي بمكانة الروح فلا يجتمعان معنو آذان هذه قاعدة مهمة جدا في باب المعرفة وفي باب تهذيب النفس لذة البدن تستدعي كثرة الطعام والبحث عن الطعام الطيب والنوم الرغيد والشراب الممتع واللباس الجميل والمنزل الفاره كل هذه لذات بدنية الكمال الروحي يستدعي قلة الطعام قلة المنام قلة الكلام فبينهما تناقض كبير لا يمكن للإنسان أن يجمع بين لذات البدن وبين لذات الروح لا يفهم أحد من هذا الكلام بأن الإنسان لا يأكل لا يشرب لا يلبس وهذا هو المقصود المقصود أن الإنسان يعيش في حياته الدنيا يأكل ويشرب ويلبس وينام ويرفع على نفسه ويوسع على عياله هذه من المستحبات الشرعية وفي بعض مواردها من الواجبات وإنما المقصود أن يتخذ الإنسان الدنيا طريقا إلى الآخرة الهدف الأكبر الهدف الأعظم هي الآخرة وليست الدنيا 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 ليست إلا طريق يمر به الإنسان سرعان ما يرحل عنه فلذلك نعمه محدودة لذاته محدودة العمر فيه قصير وكل ما فيه من متع هي فانية زائلة الحياة الحقيقية في الآخرة اللذات الدائمة في الآخرة الحياة الدائمة في الآخرة لذا الآية المباركة تقول وابتغي فيما آتاك الله يعني من النعم الدار الآخرة ابتغي هذه صيغة الافتعال فيها مبالغة في الطلب يعني اجعل طلبك الأصلي اجعل غايتك الأهم الآخرة ولكن لك نصيب في الدنيا هذا النصيب اللي في الدنيا لا تنساه ولا تنس نصيبك من الدنيا هذه هي النظرة المتوازنة التي يعطينا القرآن إياها وأن الإنسان يكون بهذه النظرة عبد لله مو عبد لجسده ولشهواته الآية تقول اطلب الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا هذا التعبير ولا تنس نصيبك من الدنيا يدلل على أن في الدنيا أكو غرورات تستدعي من الإنسان أن يطلبها ما لازم ينساها لازم يكون على ذكر منها وهذا فيه إشارة إلى أهل المعرفة أن الإنسان كل ما ينقطع في المعنويات كل ما يرتقي في المعنويات يدرك تفاهة الدنيا حقيقة التفاهة يدركها فلا يلتفت بعد ذلك إلى الدنيا ما يجعلها فيه من ورائه الآية تقول لا لا تبالغهم في هذا الموضوع عندك نصيب في الدنيا لا تنسه اطلبه التعبير بالنصيب هنا فيه دلالتان الدلالة الأولى أن كل إنسان في هذه الدنيا عنده نصيب من الله الله كثله له وهذا النصيب في رزقه موجود في أكله في شربه في زواجه في أولاده له نصيب لا تنسى نصيبك من الدنيا اللهم حصص الحصص دكل حصة فلا ينبغي أن يقلق الإنسان على رزقه وعلى قوته لأن النصيب مقفول الأمر الثاني الدلالة الثانية أن هذا النصيب محدود نصيب حصة الحصة سرعان ما تزول وتذهب فلا ينبغي أن يتخذ الإنسان نصيبه في الدنيا غاية إذا اتخذ الإنسان نصيبه في الدنيا غاية صار أسيرا لهذا النصيب ففاتته الآخرة لذا ورد في الرواية الشريفة عن أمير المؤمنين عليه السلام في معنى لا تنسى نصيبك من الدنيا قال أي لا تنسى صحتك شبابك فراغك ودك نشاطك أن تجعلها في طريق الآخرة إذن الدنيا مجرد معبر يمر به الإنسان إلى غاية أعظم هي غاية الآخرة هي الآخرة وكلما الإنسان جعل الآخرة غاية زهدة في الدنيا صار من الزاهرين لا يعتني بهذه الدنيا لا يهتم لهذه الدنيا في الآية أيضا أكو إشارة لطيفة جدا تبين لنا بأن الناس على صنفين جسدانيون وروحانيون الجسدانيون يتخذون الدنيا هدف ويضحون بصحتهم بعافيتهم بكمالهم برقيهم الروحي يزهدون بالآخرة لأجل الدنيا والروحيون يزهدون بالدنيا لأجل الآخرة والتفاوض كبير بين الصنفين وأكثر مشاكل الناس المشاكل الأسرية المشاكل الاجتماعية المشاكل السياسية مشاكل الحضارية بين الدول بين الحضارات استعمار الاستبداد الاستغلال الظلم الفساد كله ناشئ من شنو من هاي المبادئ الجسدية اللي الناس ينيلون إذا تجرد الناس عن شهوات الجسد وعن غاية الجسد عاشوا المحبة وعاشوا السلام ولكن لأن حب الدنيا موجود حب الدنيا رأس كل خطيئة كل المشاكل من وراء إذن حتى يكتمل الإنسان في مقاماته المعنوية لابد وأن يزهد في الدنيا الزهد بهذا المعنى الذي ذكرته في الروايات الشريفة أكو تعريف دقيق للزهد بمفهوم واضح وهو أن الزهد ليس أن لا تملك شيئا وإنما أن لا يملكك شيء أنت ما تصير مملوك للأشياء والأشياء تكون مملوكة إليك من هنا علماء الأخلاق قالوا أن الزهد يقوم على ركنين الركن الأول أن الإنسان عنده الدنيا بيده الدنيا ولكنه لا يعتني بها والركن الثاني أنه لا يعتني بالدنيا ل خساستها عنده لأنها جدا تافهة لا قيمة لها فإعراضه عن الدنيا لتفاهتها لأن هناك ناس يعرضون عن الدنيا لأنها ما طايح بيديهم على تعبير ما جاي بيديهم الدنيا يعرضون عنها هذا الإعراض ليس بزهد لأن الأمور ما متهيئة إليه لو تهيئت إليه يتبين حينئذ شنو اهتمامه وشنو المبادئ اللي يقوم عليها أو يكون جاي بيد الدنيا ويعرض عنها ليس لتفاهتها وإنما طلبا لدنيا أكبر منها كبعض المنافقين والدجالين الذين يتمظهرون بالزهد في الدنيا طلبا للشهرة أو طلبا للسلطة هذا مو زهد الزهد أن الإنسان بيده الدنيا ويعرض عنها لتفاهتها هذا هو الزهد فالزاهدون مو أنه ما عندهم إمكانات عندهم قدرات ولكنهم لأنهم يعلمون أن الدنيا تافهة وأن الإنسان لا ينبغي له أن يكون ذليلا لشهواته ولذاته يعرض لنا هذه هي حقيقة الزهد وفي الواقع الخارج شواهد كثيرة لأناس كانوا في ظاهر أمرهم من الزاهدين حينما جاءتهم الدنيا طلقوا الزهد وطلقوا التديون وذهبوا إلى دنيا إذن هذا مو زهد حقيقة الزهد بحسب ما ورد في الروايات له آثار عظيمة على الإنسان من أهم هذه الآثار ثلاثة الأثر الأول أن الزاهدين في الدنيا ترتقي أرواحهم بدرجة تشرق على أرواحهم الأنوار الإلهية فتصبح علومهم علوم ربانية لدنية مو اكتسابية هذه تجي من الجوع تجي من فراغ المعدة من قلة النوم من قلة الكلام من فضول الكلام يتخلص مننا الإنسان قلبه يصير متوهج بالمعارف هذا ما نصت عليه الروايات من هذه الروايات ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله من أراد أن يؤتيه الله علما بغير تعلم ما يحتاج معلم بغير تعلم وهدى بغير هداية ما يحتاج واحد يهدي فليزهد في الدنيا الزهد بهذا المعنى اللي ذكرته بيد الدنيا ويعرض عنها يعرض عنها لتفاهتها مو لطلب دنيا أكبر منها في وصية النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر يا أبا ذر إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا فقهه في الدين أعطال فقاه في الدين بعد وزهده في الدنيا خلى الدنيا بأينا ما تسوى شيء ما الهقيم وبصره بعيوب نفسه هذه مسألة في غاية الأهمية أن عين الإنسان ما تكون لخارجه تكون لداخله المشكلة اللي مبتلى بها البعض أنه ينظر عيوب الآخرين ولا ينظر إلى عيوب نفسه عينه تبصر فقط ما هو خارج عنه أما داخله شنو ما يشوف وذول عادة ينقادون إلى ضلالات كبيرة تايه كبير عيش فيه يخطئون الآخرين ويعصمون أنفسهم الأخطاء فقط من الغير تصدر أما من النفس لا تصدر الأخطاء هذا مرض ينجو الإنسان من هذا المرض إذا كان من الزاهدين إذا صار من الزاهدين الله عز وجل بصره بعيوب نفسه يا أبا ذر ما زهد عبد في الدنيا هذا نفي بعده إثبات يفيد الحصر إلا أنبت الله الحكمة في قلبه جعله حكيما من دون دراسها إنبات وأنطق بها لسانه أن يتكلم حكم يتكلم ويبصره عيوب الدنيا شنو وداءها ودواءها شنو هو المرض ويعلم شنو العلاج لأن الإنسان إذا يعرف المرض هذا نصف القضية لازم النصف الثاني اللي هو الأهم أن يعرف العلاج أيضا شنو فيبصره الله عز وجل عيوب الدنيا وداءها ودواءها وأخرجه منها سالما إلى دار السلام هذا بالزهد في الدنيا هكذا الفائدة الثانية للزهد الراحة والسعادة النفسية اللي يشعر بها الإنسان الزاهدون حقيقة سعداء يشعرون بالسعادة في نفوسهم ما عدوا يمشي حريصين عليه ما عدوا يمشي يركضون وراءه ويلهثون وراءه أبدا ورد في مواعظ الإمام الصادق سلام الله عليه قال الرغبة في الدنيا هاي الحب الدنيا تورث الغم والحزن سنشوفه دائما ما مرتاح ألقي بنظرك إلى عموم المجتمع ياهم منهم يقول لك أنا مو مغموم مو مهز كل من ألقاه يشكو ألما على قول الشعر ليت شعري هذه الدنيا لمن إذا الكل تشكو الألم إذن إلما هاي الدنيا ليش لأن رغبة أكو في الدنيا هاي الرغبة في الدنيا تورث الهم وتورث الحزن ناس ما مرتاحين والزهد في الدنيا راحة القلب قلب مرتاح مؤمن مطمئن مو فقط القلب القلب والبدن تلاحظون أنتو التقارير الطبية العلمية تقول أكثر الأمراض اللي يبتلى بها الناس شنو منشأها منشأ هذا الاضطراب الروحي النفسي القلق المتزايد الخوف الحرص مشاكل روحية تنأكس على الأبدان فلذلك يشوفوا الأمراض ضاجة في المجتمع البشري كل ما ازداد الناس تعلقا بالدنيا ازدادت أمراضهم ويكثرون مستشفيات ويجيبون أجهزة ويخلون أدوية ويطلعوا لك أطباء متخصصين مقادرين على معالجة مشاكل الناس من الناحية المرضية نازال البشر دائما المسيرة البشرية تنزف بالأمراض من الناس حتى بعض الأمراض اللي تعد في هذه الأزمنة بسيطة في بعض التقارير مثل هذه الأفلاونزة اللي عالة أن الناس يصابون بها بالشتاء بالسنة ميتين ألف نفر يموتون بالأفلاون مع أنه هذا يعتبر من الأمراض العادية ميتين ألف نفر حسب بعض التقارير لي لأن شي في للطبيب يطيك الدواء أنت روحك ما مرتاح بالك ما مرتاح قلبك ما مرتاح اضطرابك النفسي على قدم الوساء الدواء لا يؤثر السلامة تبدأ من النفس والمرض هم يبدأ من النفس سلامة النفس بالزهد في الدنيا الأثر الثالث للزهد هو المحبوبية أن الزاهدين في الدنيا يحظون بمحبوبية عند الله وعند الناس ورد عن النبي صلى الله عليه وآله ازهد في الدنيا يحبك الله وزهد فيما بأيدي الناس يحبك الناس الناس ما يحبون فالواحد ينافسهم ويصارعهم وينازعهم على مصالب حتى لو بالحق ما يحب الناس إذا زهد الإنسان أما في عيد الناس أحبه الناس وإذا زهد في الدنيا أحبه الله عز وجل وهو الإنسان شنو رئيس ماله حب الله وحب الله هذا بالزهد يجي ومن هنا نلاحظ أن أنبياء الله وأولياء الله أزهد الناس في الدنيا وكلما ازداد الدرجة الإنسان قربا من الله ازداد زهده في الدنيا مثلا أذكر بعض الشواهد من باب المقدمة لأصل البحث في زهد النبي صلى الله عليه وعليه ورد أن جبرايل أتاه بمفاتيح كنوز الدنيا مفاتيح كنوز الدنيا جاء بها جبرايل إلى رسول الله صلى الله وقال له خذها الله عز وجل يعطيه مفاتيح كنوز الدنيا خذها ولا ينقص من حظك عند ربك شيء درجتك هم باقية لا تنسون معنى الزهد الدنيا بيدة ويعرض عنها شنو لتفاهتها مطلبا لدنيا أخرى فقال خذها ولا ينقص من حظك عند ربك شيء فردها رسول الله إليه إلى جبغائل ما قبل يأخذها ورفع رأسه إلى السماء وقال يا رب أجوع يوما وأشبع يوما فأما اليوم الذي أجوع فيه فأتضرع إليك وأدعوك وأما اليوم الذي أشبع فيه فأحمدك وأثني عليك الدنيا كلها إجت تبيده من دون أن ينقص من حظ شيء ومع ذلك ما قبلها ليش لأن أولياء الله يعرفون تفاهت هذه الدنيا ما لها قيمة هذه القيمة الحقيقية في العبودية لله في مناجات الله وورد أنه بلغ به الجوع حدا كان يشد على بطنه حجر المجاعة وكنوز الدنيا مفاتيح منه بيده يشد على بطنه حجر المجاعة وأما أمير المؤمنين عليه السلام كان وهو خليفة في زمان خلافته يرقع مدرعته هذا اللباس الذي يلبسه على جسمه يرقع مدرعته حتى أحصي فيها سبعون رقعة وقال والله أمير المؤمنين قال والله لقد رقعت مدرعتي هذه حتى استحييت من راقعه الخياط اللي أخيط يما المدرعة مفجلت من مستعيذ وهو خليفة وهو حاق ودخل عليه سويد بن غفلة بعد بيعته بالخلافة فوجده جالسا على حصير صغير ليس في البيت غيره ما يعني بيت الغرفة الجالس فيها مصفرة كل شيء بس حصير صغيرة جالس عليها فقال يا أمير المؤمنين بيدك بيت المال ولا أرى في بيتك شيء بيت المال يعني هو بيت المال مجعول لماذا مجعول لمساعدة المحتاجين الفقراء قضاء قضاء حوائجهم وأمير المؤمنين من أظهر مصاديق الزاهدين في الدنيا ما عنده شيء بيت أنفار بيتك ولنا دار أمن نقلنا خير متاعنا إليها وإنا عن قليل إليها صائر وين هم شيعة الأمير المؤمنين من هذا الكلام واقعا واحد يحتار شيء فسر شيء يقول عنه وأما الصديق فاطمة تلاحظ المقامات المعنوية اللي يعدهم يقولون للتراب بإذن الله يتبدل إلى ذهب بأيديهم الدنيا كل ما في الدنيا تحت أمرهم تحت سلطة هكذا يعيش وأما الصديق فاطمة فكان فراشها حصيرا نين هذا افترش من سعف النخل هي شنو مقامها أبوها شنو مقامها زوجها شنو مقامها بيتها الفراش من سعف النخل وجلدة شات جلد مال شات وكانت تلبس الكساء الخشن وتطحن بيدها تطعم أولادها وزوجها بن أيديها وتعجن وتخبز وهي التي يرضى الله لغضاها ويغضب لغضبها بإسمها فطر السماوات ويغضب بإسمها هذا هذا زودها في الدنيا هذه معيشتها الملائكة تتمنى خدمتها ولكن وهكذا هم أولياء الله هذا كان من باب المقدمة وأما ذو المقدمة ما نتعلمه من السيدة زينب سلام الله عليه هي أيضا من هذا المعدن الرباني الخالص في الزهد عن الدنيا إيج الدنيا عندها لا قيمة لها هي ثاني أمها الزهراء أذكر بعض الشواهد لهذه الحقيقة من هذه الشواهد ما روي عن الإمام زين العابدين عليه السلام قال عن عمته سلام الله عليها ما ادخرت شيئا في يومها لغدها أبدا يعني اليوم الضم البكرة ما ك حتى أفقر الفقراء في الناس يدخر من يومه لغده ولو بعض الأشياء لكن السيدة زينب ما ادخرت من يومها لغدها شيئا وقد بذلت جميع زينتها ومباهجها مقتدي بأبيها الذي طلق الدنيا ثلاثا لا رجعة له فيها هي أن طلقت الدنيا طلقت الدنيا لا رجعة فيها حقيقة وسارت مع أخيها سيد الشهداء إلى التضحية الشهد الثاني زينب بحسب موازين الدنيا كانت بمنزلة الملكة مع ملاحظة التعبير تسامح في التعبير لأن زوجها عبد الله بن جعفر كان مليونير في زمانه بالتعبير الحديث من أغنى رجال العرب كان عبد الله بن جعفر أغنى رجال العرب ومن أسخى رجال العرب أتكلم شوي عن بعض خصوصيات حتى نعرف أن السيدة زينب في أي منزل كانت عايشة في أي ظرف كانت عايشة كان شخصية عظيمة عبد الله بن جعفر من جهات عظيمة لا تقرؤون أحواله بالتفصيب بتشوفون من جهات عظمته الجود ولقب عند الناس بالجواد حينما يقال جواد يعني عبد الله بن جعفر وكان صحابيا حفظ حديث النبي صلى الله عليه وآله ولازم أمير المؤمنين والحسنين عليهم السلام شهد لفضله وعلو مقامه حتى غير الموالين لاحظوا في كتب التراجم مثلا حتى تشوفون في الاستيعاب هكذا ترجمة عبد الله بن جعفر قال كان كريما جواد جواد ضريفا خليقا عفيفا سخيا يسمى بحر الجود هذا مو شخص موال ترجم يسمى بحر الجود ويقال لم يكن في الإسلام أسخى منه ما أسخى منه شواهد كثيرة أنا رح أذكر لكم فقط شاهد واحد حتى شوفون شنو من سخاء واقع يبهر وكان يحظى بمحبوبية خاصة عند رسول الله صلى الله عليه وآله عاشر النبي وكان عمره في عشر سنوات تقريبا حتى النبي رحله عن الدنيا كان عمره عبد الله بن جعفر عشر سنوات ورد في بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وآله دعا له في بيعه في البيع والشراء ما لأن النبي دعا له بالبركة فلذا كان أيسر بني هاشم وأغناهم وله في المدينة وغير المدينة قرى وضياع ومتاجرة يعني إنسان جدا فريكا وكان بيته محط آمال المحتاجين لا يرد سائلا قصده أبدا ماك واحد يسأل شيء إلا ويلبي هاشته مو يسئل عشرة يطي واحد يطي فوق العشرة بعد ويبدأ الفقير بالعطاء قبل أن يسأله حتى قال فقراء المدينة بعد موته لمن مات عبد الله بن جعفر الفقراء هكذا قال ما كنا نعرف السؤال حتى مات عبد الله بن جعفر ما ينتظر الفقير هو يجي هو كان مشبع كل الفقراء ما كان يحتاجون إلى سؤال لاحظوا هذا الشاهد روي أن الفرزدق الشاعر المعروف أتى عبد الملك بن مروان يستميحه ويطلب منا فدعطية فدهدية فدبار وعبد الملك ذاك الوقت شنو هو سلطان ملك فأبا أن يعطيه شيئا عبد الملك ما قبل ينطل الفرزدق مال تعرفون همليش فرزدق اتجاه واضح شنو طبيعا ما ينطيه فقال له عبد الله بن جعفر ما كنت تؤمل أن يعطيك شكتش نتتأمل ينطيك عبد الملك فقال كنت أؤمل أن يعطيني ألف دينار في كل سنة يعني حط لي فرزعطاء مثلا كل سنة ألف دينار ينطيم من بيث المال هو خم ومن جيب بس منه أمية كانوا يفرقون بين الناس أكو موالي وأكو غير موالي فالفرزدق كان يتأمل أن يجعل عطاء بالسنة ألف دينار يعيش بهم قال عبد الله فكم تؤمل أن تعيش في الدنيا يا أبا فراس جي قد تتأمل تعيش قال وأمل أربعين سنة فكل سنة ألف دينار هاي أربعين ألف فنادى عبد الله بن جعفر غلامه يا غلام علي بالوكيل الوكيل يعني المحاسب تشوف أموالك قد اللي عند محاسب فنادوا على المحاسب فقال له خذ الفرزدق وأعطه أربعين ألف دينار مال كل عمره تكفل بكل عمره فقبضها ومضى بمبادرة منه يعني الفرزدق ما يجي إلى عبد الله طلب هو لما شاف ذاك مانط هو بادر قضاياه في الجود كثيرة جدا سيدة زينب كانت تعيش في منزل عبد الله بن جعفر بهذه الإمكانية بهذا المال بهذه الوفرة من كان هذا عطاؤه للغير فكيف عطاؤه لعياله ولأهله شون يعيشهم شون يصرف ولذا كان كانت حياته وحيات أهله حيات كثيرة الخدم والحشام بيت ملوك يطوف من حولهم أصحاب الحوائج سيدة السيدة زينب كل هذا الشرف كل هذا المجد كل هذا الثراء كل هاي الخدمة تركتها وخرجت مع الحسين صلى الله عليه كلها خلتها وراء خرجت مع الحسين هيكي خروج هيكي نهضة تعلم فيها قتل فيها أسر فيها سبي فيها أذى عظيم من قبل الأعداء شنو قيمة الدنيا عندها في هذا حينما واحد يقارن يعرف مستوى الزهد اللي كانت فيه وهي تعيش في منزل هكذا زوج الشاهد الثالث ما رواه جماعة من أن يزيد لعنه الله أحس يزيد بأن قتل الحسين عليه السلام راح يقوض سلطان بني أمية أدركوا هذه القضية ولذلك لما كانوا أهل البيت عليهم السلام في الشام سبايا عنده حاول يتنصل من قضية قتل الحسين ويذهب برأس منه عبيد الله بن زياد راجعوا التاريخ معروف لعنل ابن زياد حاول أن يتخلص من القضية أوب السيدة من قبل في خطبتها تعرضنا إلى الموضوع قالت أنت أيامك عدد وملكك فند وامورك منتهية فعلا هو ما عاش وراء القضية أكثر من سنة ونص فحاول قدر الإمكان أن يجذب رضاهم رضا أهل يزيد فلما أراد أن يكسب الرضا اتخذ جملة من الإجراءات من الإجراءات أن يرجعهم إلى المدينة يرجعهم من الشام إلى المدينة ومنها إجراء ثاني اتخذه جاء بالمال كومه أمامهم أمام السيدة كوم من المال قال خذوا هذا المال عوضا عن مصيبتكم السواحد شريد فسر هذا بعنوان تعويض بعنوان أي شي وهم كانوا في وقت مسلبين منهوبين ما كان أدهم شي المال كل مكدس فقالت له سلام الله علينا يا يزيد ما أقل حياءك وأصلب وجهك تقتل أخي وتقول خذوا عوضا عنهم المال والله لا كان ذلك أبدا وخرجت وخرجت من الشام من دون أن تلتفت إلى هذا الأمر الإجراء سيدة سيدة زينب طالب مغزل فاطمة شنو سر هذا هذا يحتاج إلى مراجعة النصوص شنو الخصوصية في مغزل فاطمة لإمام طالب ومقنعتها مقنعت فاطمة شلون باقي عند أهل البيت وقلادتها الشاهد الرابع أيضا ما رواه جماعة منهم الخوارزمي في مقتله والشيخ المفيد والعلام المجلسي أن الرسول الذي ساير أهل البيت هذا إجراء آخر اتخذه يزيد بعث معهم رسول وأمره بالحفاظ عليهم أن لا يتعرض أحد لهم بالإساءة أو شيء مع تفصيل من الإجراءات ويبدو هو كان إنسان موالي ما كان إنسان من هؤلاء لعله يتكتم أو حقيقة كان محبا الذي ساير أهل البيت من الشام إلى المدينة أحسن الصحبة لهم ولما قربوا من المدينة قالت فاطمة بنت أمير المؤمنين عليه السلام لأختها زينب وجب علينا حق هذا لحسن صحبته لنا أهل البيت ماكو واحد يصير إلا إحسان عليهم لازم يكافو وهم أسرى منهوبين فقالت وجب علينا لاحظوا حق هذا لحسن صحبته لنا فهل لك أن تصليه فتصل فتهدي فتشي قالت والله ما لنا ما نصله به إلا أن نعطيه حلينا قالت فاطمة فأخذت السيدة زينب سواري ودملجي السوار يعني المعبد بهذا الزمان نسميه معبد والدملج هو السوار بهذا الزمان هذه الحلقة اللي بيها قفل دملج فأخذت سواري ودملجي وسوار أختي ودملجها فبعثنا به إليه واعتذرنا لقلتها وقلنا هذا بعض جزائك لحسن صحبتك إيانا إنسان تذرون هذا غاية الجود لأن كل ما عندهم هو هذا هو هذا منطل لحسن صحبته فقال هذا الشخص لو كان الذي صنعت للدنيا كان في دون هذا رضاي حتى أقل من هذا اللي طيتوني أنا راضي ولكن والله ما فعلته إلا لله وقرابتكم من رسول الله صلى الله إذن هنا يبين أن السيدة زينب سلام الله عليها في غاية الزهد في غاية الجود في غاية العزة لشخص لحسن صحبته كل ما عندها أعطته يو ولذا علق الشيخ النقدي رضوان الله عليه في كتابه السيدة زينب أو زينب الكبرى قال هذه القصة من هذه القصة يعرف المتأمل الكرم الجبلي الذي عند أهل البيت عليهم السلام والزهد الفطري بفطرتهم زاهدون متح لبعيونهم شيء الدنيا ما لها قيمة ولذا كرامتهم عند الله عظيمة ومحبوبيتهم عند الناس كبيرة نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الزاهدين في هذه الدنيا العارفين بعيوبها وبدائها وبدوائها ببركة الصلاة على محمد وآله الطاهرين وآله الطاهرين وآله الطاهرين وآله الطاهرين